السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنرحب الجميع مجددا في القناة وكنتمنى الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير لما وصفة سهلة وبسيطة الكبكيك ولكن بشكل مغير الشغرات والفانيليا بشكل مخطط من الداخل ستشوفوا معي كيفية طريقة باش تحصلوا على هاد الكبكيك هذا ناجح وكذلك بديك زواقة كيفاش تحصلوا عليها تحصلوا على هاد الكبكيك بها الطريقة مخططة لا نطور عليكم ونزمعكم ديركت في الفيديو نشوفوا المكونات وكذلك الطريقة و بسم الله على بركة الله عندي هنا جوش كسان ديالتقيق الكس اللي غادي نستعملوا الكس ديال العنباء أو الأكواب يعني الكوب فهنا عندي جوش كسان ديالتقيق سنستعملهم هنا تولت كس ديال الحليب وغاستعمل كس سكر كالزيت واحد الصاشيط الخميرة 7 جرام فانيليا واحد جوج مغارف كبارين ديال الكاكا والمر وثلاثة ديال البيضات سنعمل البيض مع السكر والفانيليا في حال دائما ونخلطوهم أنا هنا ما غاستعملش الخلط الكهربائي يعني وصفة سهلة وضغية كالتعدل غير بالخلط اليداوي غادي نخلط هادك البيض والسكر حتى يدوب ديك السكر دائما في الكيك وهاتشيز تستعملوا السكر الحبة اللي كتكون أرقيقة كتكون شي غليطة باش دغيك يدوبلكم مع البيض هنخلط بهاتشكل هادا وغا نستمر بالتحريك غا نشوفو المكونات نساجمت وغا نضيف الزيت وغادي نحرق كذلك غادي نخلط مزيان يدخل نادك الزيت مع المكونات بحالي كان عدلو كيكل عادي والكيكل اليومي غادي كان نضيفو بعض اللماسات باش كان بدلو المانضار دائما هنه غا نجيب ديك الجوش كيسان ديال الطقيق وغادي نغرب لهم نحيدو له فيه شكويرت وغادي يدخل فيه زيادة وغادي نضيف عليها هديك كنت ضيفت علي هديك الخميرة هنه غا نعمل حليب غادي نضيفوه على الخالد ديال الكيك غادي نخلطه وغادي نبدأ نزيد الطقيق شوية بشوية غادي نضيفوه ونخلطوه مجرد ما ينساجم الطقيق مع الخالد غادي نجيب لتضيفوه غادي ، غادي نضيفوه غادي ثاني Bloops وغادي نحصل دريقي يكون سهل جدا طريقتي هانا س wymarق هما غادي نظيفوه اللق 잘� tremendous بالنسبة للخطوط نكمل لمية نضيفوه سوف نضيف سباتيول لكي نجمع هذا الخالط سوف نضيف هذا القاوم سوف نقسم الخالط نضيف هذا القاوم من النصف سوف نضيف هذا القاوم سوف نضيف ازتعان مغرفة زوج الحليب ونضيف مغرفة لكي نضيف سوف نستمر بالتحريك حتى نرى الشوكولتة تخلف الكيكا كاملة سوف نضع القوالب الورقية سوف نضع مغارف صغير نضع مغروفة خالط الشوكولتة لم تقلل الأخرة سوف نشاهد ونشارك لا تقلل الأخيرة سوف نريد تقلل الأخيرة سوف تشاهدون التقلل المغروفة نستمر الخالط ب نصف طريقة ترجمة نانسي قنقر 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 الصف الفطور كيجيهم زيونين وسهلين في التحطير ديالهم وكذلك كيجبوهم الاطفال كيجبوهم هاد الانواع ديال الكيك والحلويات مقالي غنقلكم انتظروني الوصفات لما جاء ان شاء الله شكرا للمتابعة الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله